ازدادت الأوضاع الخدمية تردياً لا سيما خلال الفترة التي عقبت البدء بتنفيذ اتفاق الرياضة على الأرض التي كانت توجب بها وفقاً لمضامن الاتفاق أن تشهد انتشالاً للوضع الخدمي مما هو فيه فضلاً عن المعوقات التي يزرعها أعداء الجنوب والمتضررون من تنفيذ الاتفاق على أهداف سياسية والحزبية وأجندت داعمها من دول خارجية كثيرة هي ترياس المجلس الانتقالي برئيس الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المصلحة الجنوبية وفي سياق مناقشتها لتردي الوضع الخدمي في العاصمة عدن والجنوب عموماً أكدت أن يتباط في عودة الحكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض إلى العاصمة عدن وعدم التزامها وإفائها بعودها كما جاء في مضامين الاتفاق يعد خرقاً وتجاوزاً صارخاً للاتفاق محذرة في الوقت ذاتي من أن أي تحايل من قبل الحكومة في تنفيذ التزاماتها يبع المجلس الانتقالي أمام مسؤولياته الوطنية اتجاه شعب الجنوب للإفائي بالحد الأدنى من الالتزامات اتجاه هذا الشعب المقاوم والصابر هيئة الرئاسة وخلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة الرئيس القائد داروس الزبيدي بحضور محافظة العاصمة عدن ووزراء المجلس في حكومة المناصفة أكدت بأن كل الخيارات مفتوحة أمامها